الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر له الجميع كما تابعنا في هذا الفيديو وهذا التصرف المتوحش طيب معنا عبر الهاتف مباشرة والدة الطفل السيدة أمينة حمدي أهلا بك معنا مساءك سعيد سيدتي الفاضلة أنت المباشر معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدة أمينة حمدي تابعت معنا الفيديو وحكينا القصة كيف حتى شفتي الفيديو وكيف حتى انتشر الفيديو حالة الطفل الآن كيف تراه تفضلي دوكاتيك من كدب شارك أنا وليدي دخلتو في حالة صحية مليحة دعما تشغل تبعتو مني كان صغير تبعتو ديتو الأوتوستيكات خديتو الوغتوفوني كانت الحالة عادية جدا حسن تخيب يا يعني حتى درت هذا كوصفة طبية باش تخلي مصيد خلي مصيد بوصفة طبية بللي يقدر ينديماج نغمال مع التناميز احتو لا يكتب كل شيء وبعد ذلك بدأوا البروبلام كدخلتو المصيد هذا المصيد بوصفة مكان تربية مكان تربية يجيبوا فيه ولادهم يربوهم ويخلوا الأطفال كما كيشتي الناس داري صغر يقولوا لي وليدك وبررة مع العساس وليدك ومع العساس هما يبينوا لي بلي وليديه وداخل الناس داري يقولوا لي احتذيك رحت في هذا الفيديو هذا رحت شيئا بكري رحت شيئا بكري كدخلت من جيالي من هيك لقيت ولديكي مع كوشته في الحالة هذه لا توصف لها الولد كشغل حبيتها كشغل ارجعوه لي للور انا كالولدي ولا لي للور قلت مارسي با نغمال من الناس اللي عندهم دام يرحي كانوا يشوفوا لو يقولوا لي يا مادام وليدك راهو بره راهو يضل بره يتشمخ بره مع العساس روحي شوفي وليدك كباش راهو كي هضرت مع المدير التربي يومنا وديت له هاد الفيديو قلتوا شوف قلتوا شوف كباش اني ينقيت وليديه ثورت وديته له دخلوا لي هدا في هدا وكيفاش وحنا ما عندنا منذير وهم ما كانوش خافوا غير على الناس هما خافوش على وليدي مهم غامش والله احتل انا 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 اتنافك انا احتل ونفتش وقلت لهم ونهضر معهم بصح ما سراح تتغير ما سراح تتغير في ذيك المؤسات الشيخة معلى بلهاش بوليدي بوليدي توجور بره نتيعة الثمانية ثمانية ونصف تطلقوا بره راهو بره راهو بره حتى نحنا نجيب ونرفضوا الناس معيو ينقوه بره يخرج للشارة فتكونوا باب مفتوح كلش مفتوح والناس دخلوا فتكونوا يعرفون على الناس يدخلوا ما كاش الصوت يا هلتارة من المدرسة ما كاش حيط هكا داير عليها من هالداوشة يدخل هديك المدرسة كي هدرنا في حق وريدي بارح راحنا كيف كيف يجيبون قيتم شمخ الاطقال يعملوا فيه واحد الطائقة قاتلهم جيبوا يسحبوا فيه وحدي يشدوا كيف عافي داير صغات وحدي يشدوا وحدي يشدوا مريدو وحدي يشدوا مرجلو كي راحنا نهدرو وحنا نهدرو مهدرو مع المدير قال لكارهو في الاندي ما جوا يتحسن كيف جوا يتحسن ويتحسن في الشارع أو تحسن في الساحة ساعة ايه انا اتفاصل فيديو الاخر انا انا طلبت حق وليدي كي قلت له للمودير المؤسسة قلت له درد فيك مزيك يدخلته قلتوا كيف جدرت فيه مزيك يدخلته قلتوا نعلو البليد قلتوا انا وليدي طلبت الانديماج ووزيرة بالغبرية قالت الانديماج قلتوا خليه يقعد يسخل كورتي كما هو كما داري ما طالبت تقوم بالقراع ما خليه يمدامج برك طيب الحادثة سيدة امينا حمدي طيب سيدة امينا حمدي الحادثة كم مرة عليها من الوقت يعني ايش حال عندها من الوقت ما عندها عندها واحد بالبانجور هكاتي كوريتها لهم وهدي البارح انا يا بش حبيت هدلا فيديو قلتوا خلاشت حاجة ما تبدلت حاجة ما تبدلت هذه المؤسسة وليدي ولا لانهم بارح لكم قيتهم شمخ حالا لا يرسالها البارح نعم سيدة امينا فقط من فضلك الطفل ابنك يعني هو كان خلفه قطبان حديدية يعني الباب تالحديد والباب يعني كان مراقب من طرف الأستاذة او ماذا كان بالضبط يعني وش كان يدير انا يا كي جيت كي جيت لقيته ما بين الباب والباب يعني انت اللي قمت بتصوير هذا الفيديو امم امم شفت وليدي وقد قعدت من السنة وقد تموز الشيخة تفتح عليه الباب راح تعطيه واحد من الساعة كي جيت الشيخة هذي محبش تفتحه الولد الباب والولد ما بين الباب والباب انا اضطريت بش نرفت تيري فونتاعي وندير هذي الفيديو بش الناس تشوفوا شرعنا نعاني والناس يحقها المساج الثانى على اللي عندهم أطفل ترفض التعاون بهذا الوحشية من عند عباد ما عندهم حتى دامر حتى رحمة يسيدي ميم هي وحققت عليه ما كانش اللي شافوا بره ما كانش اللي كان عنده دامر حي وجاق على عيب حرام هذي الولد يتعامل بهذا التاريقه مم كي قدرنا قال لك أه دروا واش تحبوا ورسوا وين تحبوا وهذه هي كي رحقونا تعن ديروا وش نحبوا ونهضرو وش نحبوا البالح شفته وكتلك بحالة لا يرسى لها مش مخكاعدة معنا بلهم شكينت مهضر أنا معلمة أنا معلمة اسمي معلمة ديروا وش تحب احنا عندنا ما نديروا انا قريت بش نحط هاد الفيديو حبيت الناس تشوف حبيت الناس تشوف معاناة بسلسة وحودي نرى وقتين على وليدنا ونرى ونرى كيف تشريح كل ما نرى وليده ونرى وليده كيف يعني سيدة أمينة أكيد بعد هذا الفيديو تلقيت تضامن من طرف المواطنين من طرف الشعب الجزائري كله خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني الفيديو أثار دجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أتبت جوعي بولي الناس وقالوا لي يودي قعلنا هكذا قلوا لي رام يهدوا فينا في المدارس يقولوا لنا بلي أنا داني فيكم زيقتهم ماشي غلطوا ماذا عادي كيف كيف كيفاش قلنا لهم وزيرة بن غبريض هي طلبة حق الانديماج أطونا حق الانديماج قال لي مدير التربية هذا مدير التربية قال لي خلينا خلينا من الوزيرة بن غبريض ما يديروا مش فراثهم هما ما يتعدوا القانون هما ما عندهمش طيب في انتدار نعم قلت لكل والأولياء هما يهم من ضرين هنا ما نعمى من الحالة ولدنا ولا من العقوبة المجتمع اللي ما يرحمش لنا بس كل مجتمع ويعاقد فينا أنا نقول لهم ممشي خلو أطفال تأشد يندمجوا ممشي خلوهم حرام عليهم أنا ما نقول لهم حسبي الله ونعمى الواكيل حسبي الله ونعمى الواكيل اللي ما كانش عندو ضمار في هات الأطفال هذا وش نقول أنا أطلبتها مقبرك مرافقة مرافقة قالوا لي ما أبريكا وهاش هنا في ولاية بومرداز مرافقة محبوها هذه سمين مدرافة هذيك شغل متقبلوها شغل هذه المرافقة قد كمشي سمينجا بها هنا يصد بشرة هذه المرافقة في حيث لا ما سمعنا بيها إن شاء الله أطرمت الجزاء العاصمة في أبريكا وهذه المرافقة خلوني يجير هذا الطالب محبوش وحي ما حبيس إن شاء الله سيدة أمينة توصل لرسالتك لكفة السلطات وأكيد إحنا رح تكون عندنا متابعة لهذا الملف وأكيد رح يكون رد السلطات إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيدة أمينة حمد